أنا عاوز أسألك عن بركات اللي بننتظرها من خلال الاضطهاد بس واضح أنه في الاضطهاد فيه خسارات أنا أتكلم شخص غير مسيحي آمن بالرب يسوع هو من خلفه إسلامية وخسر كل ممتلكاته في أماكن تانية أنا من 3-4 أيام كنا نتكلم مع واحد من المغرب أهله ضربوا وكسروا ومهدد بالموت هذه حقيقة عم نشوفها أنا جاي من الأراضي المقدسة اليوم في ظاهرة كثير من اليهود عم بيصيروا مؤمنين مسيحيين في العادات اليهودية إذا واحد يهودي صار مسيحي بروحوا عاملين عليه جنازة جناس فعلا أنه فلان مات خلاص بيتعامل معه أنه شخص ميت يعني بيكون ماشي جنبهم عادي لا ما خلاص هو ميت يعني بيخسر كل إشي فمنشوف كل هاي الاضطهادات ومرات يعني أنت بتتكلم يعني تكلمت من سيفصلنا عن محبة المسيح بعدين في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا بس بعدين بيرجع الواحد بيقول طيب طيب شو البركة يعني شو اللي اللي إحنا منستناها من خلال اضطهاد علما لما بتسأل المضطهد وأي واحد يضطهد يعني إحساس مش حلو يعني يعني إحساس صعب ولا لا موسيقى